السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم اصدقائي متابعين لقناة فوتشر كوين وقناة بيتسي ورلد عالم بيتكوين فيديو جديد على قناتنا القناة المهتمة باخر اخبار العملات الرقمي بعد الفيديو اصدقائي رح تتكلم عن الارتفاع الكبير اللي صار بالامس عن عملة تيرا لونة كلاسيك وطبعا رح تتكلم عن سبب ارتفاع العملة وعن حرق عملة تيرا لونة كلاسيك ابل من بلش بالفيديو اصدقائي اتمنى تضغط على زر اللايك تشترك بالقناة فعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمي ولا تنسوا تضغم لقناتنا على التليجرام اترك لك الرابط اسفل الفيديو والرابط موجود ايضا في بنار القناة اضغط ضغطة تنتقل الغري الى قناة التليجرام خليكم معنا اصدقائي الى بعد لاندرو طبعا اصدقائي بالامس اشاهدته عملة تيرا لونة كلاسيك ارتفاع وصل بنسبة 40% على العملة طبعا وصلنا بنسبة 40% ارتفاع في ظل انهيار بيتكوين ولامس منطقة 15500 طبعا هذي الارتفاع كله صار بعد انخفاض كبير وملامستنا لمنطقة الـ 14 0.3014 هذا يعد الدعم الاقوى طبعا بالسابق كان مقاومة بعد ما كسرنا هاي المقاومة اتجهنا الى منطقة 60 اللي هي قمة عملة تيرا لونة كلاسيك حاليا بالوقت الحال اصدقائي ممكن نعمل اعاد اختبار مرة اخرى الى منطقة ما بين الـ 15 الى الـ 16 وبعدها نرجع ننطلق لمنطقة ما بين الـ 22 وبعد استهداف الموفيك أبرج 200 اللي هو عند منطقة الـ 25 هاي اهدافي بالعملة خلينا نحدد الاهداف عندي هدف على الـ 21.5 والهدف الثاني عند الموفيك أبرج 200 حاليا هو 24.8 هاي اهدافي بعملة تيرا لونة كلاسيك لكن بالبداية لازم نستهداف منطقة ما بين الـ 15 الى الـ 16 قبل الانطلاق يفضل التعزيز او الشراء بهاي المناطق بهاي المناطق نرجع نشتري من عملة تيرا لونة كلاسيك طبعا هذا السبب ارتفاع عملة تيرا لونة كلاسيك اما بالنسبة لعملة تيرا لونة كلاسيك تم تحديث لونة كلاسيك تم تحديث لونة كلاسيك تم تحديث لونة كلاسيك وتم حرق ارتفاع كبير بالحرق باستخدام ضريبة الحرق 1.2 من 10% وصار اجمالي عدد القطع المحروقة في 8 مليار و 550 مليون قطع اصدقائي انكموا صنعنا لدي الفيديو بتمنى الفيديو كلنا اعجابك تنسى تشترك بالقناة تفعيل زيادة الجرس تضغط على لايك حتى يصلك كل جديد في عملة رقمية مع السلامة بدونتم بخير اشتركوا في القناة